في خطوة تسبق الحملة الانتخابية تتشكل خارطة تحالفات سياسية جديدة لدعم المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة وفق تقارب في التوجهات السياسية بين القوى المتحالفة بهدف كسب أكبر عدد من الناخبين أول حزب ساندنا بشكل مباشر هو حركة النهضة وقابوا باتخاذ قرار في مجلس شوراهم ونشكرهم بالمناسبة على هذا القرار وله من الكفاءات والإطارات والمناظرين والصمعة في الولايات ما يجعله يكون إضافة نوعية لحركتنا الأففاس هو مرشح كل قوى التغيير وأي نداء صادق محب للوطن محب للتغيير لتغيير الإيجابي في الجزائر مرحب به لدى جبهة القوى الاشتراكية كذلك اليوم المترشح بوجود أحزاب دائمة عند المكانة السياسية تحى عند الإطارات وعند المناظرين نحاول أن نقتصر هذه الحملة لأنها لا يخفى على الجميع هذه أحزاب وزنة وعندها مقرات وعندها إمكانيات وبالتالي لما تساند مرشح راح تسخر كل جهود التحالف بغض النظر عن حجم وطبيعة كل تحالف من حيث القوى والحضور تبرز أطياف سياسية اختارت دعم مرشحين حسب إيديولوجية كل حزب فمقتضيات المرحلة المقبلة تستدعي التموقع السياسي الجيد ونراهن على هذا التيار العارض التيار الوطني التيار الإسلامي الكبير أن يكون داعما لنا وقد تواصلوا معنا بشكل مباشر ونحن ننتظر أن يكون لهذا الدعم أثر في الميدان وفي الحملة الانتخابية نتطلع إلى جمع كل قوى التغيير حول مشروعنا وبالتالي قوى التغيير ستقوم بمساندة وبالالتفاف حول مشروعنا وإعطاءنا ثقتهم وبالتالي أعلم أن الأغلبية هم من قوى التغيير وبالتالي سيكون مشروعنا هو الأسبق والأنجح إن شاء الله وكيف كذلك أن نروج للمرشحين تعنا سياد مجد تبون باعتبار أنه قادة عهدة كاملة سميناها عهدة الاستقرار والإصلاحات وكذلك بما نطمح إليه كسياسيين كأحزاب ونخلي المواطن كذلك في الصورة الموضعية في ظل هذا المشهد السياسي تحتدم المنافسة نحو قصر المرادية بين المترشحين الثلاث المدعومين بأحزاب متحالفة للفوز بأعلى منصب في البلاد ترجمة نانسي قنقر